موسيقى مساء الخير في عنوين نشر المواجهة البرية تحتدم جنوبا والمقاومة دمرت دبابة إسرائيلية فور تقدمها نحو رأس النقورة اعتداء إسرائيلي على المقار العام للقبعات الزرق في رأس النقورة وفريس وروما تتحركان انتقاما لإخفاقه البري العدو يكثف غاراته الجوية مرتكبا مجازر بالجملة في قرى الكرك ورياق وسحمر البقعية جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بدعوة من فرنسا وميقات يكثف الاتصالات الدبلوماسية قبيل الجلسة بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار منح جائزة نوبل للأداب لعام 2024 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج إذن المواجهات مستمرة على الجبهة الحدودية الجنوبية خصوصا على محور ميس الجبل حزب الله دمر دبابة حاولت التقدم على محور رأس النقورة وسلاح الجو العدوان الإسرائيلي يعترف بصعوبة نقل الجرحة أربعة جرحة في الجليل جراء القصف الصاروخي من لبنان حزب الله قصف بعيد الظهر منطقة زوهولون شمال حيفا بالصواريخ بعدما استهدف مستعمرة كرمائيل وكذلك تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة الشنديبي غرب بوابة المنارة بصليات صاروخية إضافة إلى ضرب تموضع عسكري حربي إسرائيلي في محيط جبان تيارون وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت تجمعات للجنود الإسرائيليين في بيت هلل ومحيط موقع المرج ومعيان باروخ بالصواريخ وكذلك ضربت تجمعا لجنود العدو في كفرج العادي جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح قطرة في معارك في جنوب لبنان حزب الله أفاد أنه تصدى للقوة الإسرائيلية المتواغلة في منطقة لمشير في فراس النؤورة ودمر دبابة للعدو وقتل وجرح عددا من الجنود ثم أمطر قوات العدوان بالنيران ثلاث مرات عندما كانوا يحاولون نقل مصابين من قرب الآلية المدمرة وفي وقت استمرت المواجهة على محور ميس الجبل قصف حزب الله بعشرات الصواريخ من أنواع مختلفة تحركات حربية عدوانية في تلة المجدل ومنطقة الكنيسي حيث حاول الإسرائيليون التقدم بين ميس الجبل ومحيبيب في الغضون لفت إعلام العدوان الإسرائيلي إلى ما أفاد به سلاحه الجوي من أن إخلاء الجرحة أكثر تعقيدا في ساحة الشمالية مقارنة بغزة بسبب التضاريس والتهديدات وحقيقة أن المناورة البرية في لبنان قريبة من السياج طيران العدوان شن غارتين على عيد الشعب ثم غارة على ميفدون أسفرت عن شهيد وعدد من الجرحة وقبيل المساء شن غارات على بلدات طير حرفة، خربتسلم، كونين، كفررمان، كفردونين وقلويه ما أسفر عن عدد من الإصابات من جهة ثانية نشرت يدعوت أحرنوت أنه تم تسجيل 1645 إصابة مباشرة في الأبنية بفعل صواريخ حزب الله في الخط الأمام للمستوطنات الشمالية عند الحدود مع لبنان في الغضون زعم سلاح جو العدوان أنه نفذ ليلة أمس غارات دقيقة استهدفت مخازن ووسائل قتالية في بيروت وجنوب لبنان وزعم أيضا اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروب حزب الله في ميس الجبل محمد علي حمدان وأحمد مصطفى الحاج علي قائد جبهة حولة المسؤول عن مئات الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات في اتجاه منطقة كريات شمونة ودائما بحسب زعم سلاح جو العدوان الإسرائيلي في الغضون وعن سابق تصميم استهدف الاحتلال الإسرائيلي قوات اليونفل في راس النقورة بالنار وأصاب جنديين منها وثلاث كاميرات مراقبة فعطلها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وصف هذا تطور بالخطر اتهمت اليونفل إسرائيل باستهدافها في النقورة ما تسبب بإصابة جنديين وإلحاق أضرار مادية بها وأفادت في بيان هذا الصباح أصيب جنديان من حفظة السلام بعدما أطلقت دبابة مركابة تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونفل في النقورة فأصابته بشكل مباشر وتسببت بجرح الجنديين ولحسن الحظ الإصابات ليست خطرة لكنهما لا يزالان في المستشفى وأضافت أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة في راس النقورة فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظة السلام يحتمون وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات حيال ذلك أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن فاريس وروما ستطلبان اجتماعا للدول الأوروبية المساهمة في قوات الأمم المتحدة بعد تعرض قوات اليونيفل لإطلاق نار في جنوب لبنان وكانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي في روما على خلفية إطلاق نار على اليونيفل غارة إسرائيلية عنيفة على الكرك في قضاء زحل أدت إلى سقوط تسعة شهداء وحوالي ثلاثين جريحا نتيجة الغارة وكانت قد عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر لبناني على إزالة الركام وإنقاذ العالقين بين الركام وفي البقاع أيضا غارة إسرائيلية أخرى على بلدة رياق قداء زحلي وتحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي سجل في أجواء البقاع على علو منخفض ونبقى أيضا في البقاع حيث كثف العدو غاراته على محيط الهرمل إحداها قرب حاجز للجيش اللبناني المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد عبدالله من البقاع مباشرة عبر الهاتف مساء الخير محمد ما هي أبرز اليوم الغارات التي سجلت في البقاع وهل هناك من ضحايا؟ مثلا نور منذ دقائق غارة طيران العدو الإسرائيلي على سهل النبيشيت في منطقة قضاء بعلباك وكان اليوم نفذ عدة غارات في منطقة البقاع حيث كانت الغارات متركزة في منطقة البقاع الأوسط حيث استهدف عند قرابة الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم مبنى مؤلف من ثلاثة طبقات في بلدة رياق أدى إلى استشهاد أكثر من عشر من الشهداء وجرح بهذا المبنى لقياس يقتنه أبرياء وكانوا الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ نقلوا إلى عملت الإسعافات في المنطقة على نقلهم إلى مستشفى رياق وكان عند ظهر اليوم أغارة على بلدة الكرك حيث استهدف مبنيين من مؤلف من عدة طوابق في منطقة الكرك بقرب من مدينة زحلي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بحوالي أربع أو خمس شهداء وسبعة عشر جريحا كما نفذ صباح اليوم غارة على منطقة الهرمل في منطقة بلدة الحوش السيد علي عند الحدود اللبنانية السورية ومستهدفا المنطقة بثلاثة غارات بقرب من حجز جيش لبناني وحسب مصادر عسكرية أفادت بأن هناك عدد من الجنود اللبنانيين أصيبوا إصابتهم طفيفة ونقلوا إلى مستشفى العاصي للمعالجة كذلك نفذ عدة غارات في المنطقة على السلسلة الشرقية والغربية استهدف فيها الجرود الواقعة على هذه التلال وما يزال هذا الطيران الحرب الإسرائيلي في هذه اللحظة يحلق على علوم منخفض في أجواء منطقة البقاع وخصوصا منطقة البقاع الأوسط والبقاع الغربي والبقاع الشمالي الطيران الاستطلاع لم يغيب عن سماء هذه المنطقة منذ الفجر حتى هذه الساعة هذه آخر المسجدات التي وصل إليها الأدوان الإسرائيلي على منطقة البقاع حيث ذهب ضحيتها شهداء وأبرياء من السكان العزة الذين نزحوا من مناطق أخرى وخصوصا إلى بلدة الكارك نعم شكرا لك محمد على كل هذه التفاصيل الغارات المعادية تجددت على البقاع الغربي مستهدفة بلدتي صحمر وميدون حيث سقط شهيدان وجريح كما استهدفت الغارات للبرة الأولى طريق المرج التي تربط بلدتي راشية وعين عطى ببلدة شبع الحدودية ما أدى إلى قطع الطريق هدوء حذر يسيطر في هذه الأثناء على الضحية الجنوبية ومحيطها بعد حوالي خمس غارات ليلة أمس أقدم العدو الإسرائيلي على عدوان جوي استهدف فيه مدينة حسيا بريف حمص وموقعا عسكريا بريف حماة وقال مصدر عسكري سوري إن العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوان جويا في اتجاه أو من اتجاه شمال لبنان مستهدفا معملا لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسيا بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات نقلت وكالة رويترز عن مصادر خليجية بأن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية وكان موقع أكسيوس قد أفاد أن اتصالا أو اتصال بايدن ونتنياهو بحث الرد الإسرائيلي على هجوم إيران في الدوحة استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وجرى عرض للعلاقات التعاون بين البلدين وطرق دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر تطورات في المنطقة لسيما منها في قطاع غزة ولبنان بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأشدد رئيس الحكومة القطرية على ضرورة تدافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة العنف في المنطقة مؤكدا في هذا السياق استعداد دولة قطر الكامل لبدل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي عرقجي كان قد أشار إلى أنه يجب وقف اطلاق النار في غزة ولبنان لكن طرح بأن وقفه بلبنان ضرورة وأولوية أيضا صحيح بثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال أمرت بمصادرة الأراضي المقام عليها مقار الأنروا في القدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية الاحتلال الإسرائيلي يعزل شمال قطاع غزة وكتائب القسام توقع قتلى في صفوف العدو في اليوم 370 من العدوان على قطاع غزة واصل الاحتلال قصفه المدفعي وغاراته الجوية على مناطق عدة من بينها مخيماء النصيرات وجباليا ومدينة خان يونس بعد أن بلغ عدد الشهداء في القطاع 72 شهيدا خلال 24 ساعة الأخيرة وأكد دفاع المدني في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بالكامل ميدانيا أعلنت كتائب القسام عن قصف تجمعات قوات العدو شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة بقزائف الهون كذلك أفادت القسام عن تدمير دببة إسرائيلية من نوع مركابة بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث صعف في قطاع غزة ولاحقا أعلنت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة من المسافة صفر غرب معسكر جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح من جهة ثانية حذر مسؤولون أمريكيون من أزمة إنسانية في شمال قطاع غزة مشيرين إلى أن ثمة نقصا مستمرا في إدخال الطعام إلى القطاع فاصل ونعود وحيكم مجددا كشف رئيس الحكومة نجيب بيقاتي أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيلا عقاد جلسة مجلس الأمن الدولي العاشرة بتوقيت بيروت ليلا بهدف استعي مجددا إلى وقف إطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وقال أمام زواره اليوم هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت عقد جلسة طارئة في محاولة لإحياء الأعلان الفرنسي الأمريكي الداعي للتطبيق هدنة مؤقتة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية وأضاف لقد عبرنا مجددا خلال الاتصالات الدبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار 17-01 شرط التزام إسرائيلي بكل مندرجاته كما شددنا على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحة ولا يوفر المدنيين وعناصر الإسعاف والإغاثة وهذا أمر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية وأضاف إن العنف والقتل والتدمير لن يوصل إلى حل ويجب إلزام إسرائيل وقف عدوانها المدمر لأننا نخشى إذا ما تطورت الأمور أن تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة غدا عند العاشرة صباحا في الصراع الحكومي للبحث في التطورات الرهنة والأوضاع المستجدة في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني تداول رئيس مجلس النواب نبي بر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آخر المسجدات السياسية والأمنية في ضوء العدوان المستمر على لبنان وقبل ساعات من إنعيقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول لبنان بدعوة عاجلة من فرنسا وفي عين التيني التقى رئيس مجلس النواب نبي بر سفير قطر لدى لبنان الشيخ صعود بن عبد الرحمن الثاني وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعدات القطرية العاجلة للبنان عبر الجسر الجوبي بين الدوحة وبيروت دعت المناصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إلى خارطة طريق واقعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من كلا الفريقين ويجب أن تشمل هذه الخارطة آليات إنفاذ وتطبيق واضحة في نهاية المطاف فإن عدم تنفيذ القرار 1701 على مدى الثمانية عشر عاماً الماضية هو ما أدى إلى الواقع الصعب الذي نشهده اليوم وقالت حان الوقت لوقف إطلاق النار ولنعمل الحد من الخسائر بدوره رأى منصق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران نريزا أن الحروب لها قواعد واضحة مطالباً جميع الأطراف الإفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في السراء سلسلة لقاءات تربوية بحثت في مصير العام الدراسي رئيس الحكومة نجيب مقاطع عقد اجتماعين تربويين بمشاركة وزير تربية عباس الحلبي ضم الأول اتحاد الجامعات الخاصة والثاني الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسان بدران الوزير الحلبي أوضح أن البحث تناول القضايا الوطنية أولاً وما يمكن للجامعات أن تساهم فيه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان وأيضاً تعرض دولة الرئيس ما يمكن للدولة أن تساعد هذه الجامعات في هذه المحنة وسأترك الحديث لحضرة رئيس الجامعة اليسعية كمان ضمن ذات السياق قام وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسان بدران وبحضوري دمنا سياق ذاته يعني استقبال هذه الهيئات لترح المواضيع الوطنية وما يمكن للجامعة اللبنانية أن تساهم به أيضاً وكان هم الرئيس وهمنا جميعاً أن تبادر الجامعة اللبنانية بفتح صفوفها واستقبال طلابها بعد إجاء عملية الأحصاء لطلابها النازحين ولي أساتذتها النازحين ولموظفيها النازحين وقد وعد رئيس الجامعة بأنه سيطلق في هاليومين القادمين التعميم المطلوبة التي تعطي الإطمأنان لطلاب الجامعة ولي أساتذتها باستئناف دروسها الأب سليم ذكاش شدد على أن الأساس أن يستطيع كل طالب من طلابنا تحصيل واكتساب ما يصب إليه لكي تكون سنة ناجحة بالرغم من كل المشكلات في بعض الجامعات أخذت بعض المبدرات مثلاً بتأمين الانترنت حيثهم تركوا بيوتهم وحيثهم وصلوا لهم الانترنت حتى يقدروا يتابعوا دروسهم بمعنى أنه بالفعل هون الجامعات أخذت رابط الجامعات لبنان والجامعات المنتمية إليها والجامعات الأخرى المرموقة أخذت على عاتقها أن تهتم بهذا الموضوع وهو هم وطني ولا بد أن ندافع عنه الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير خارجي عبدالله أبو حبيب وعرض معه آخر اتصالات الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي كما اجتمع مع وزير السياحة وليد نصار وبحث معه التطورات رئيس الحكومة بحث مع المنصق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا في التنصيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة والجهود الخدماتية والإنسانية والصحية لمساعدة النازحين الرئيس ميقاتي التقى محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي أطلع رئيس الحكومة على ما تقوم به محافظة بيروت وغرفة العمليات لنحية التعامل مع الأزمة وخطة إزالة المخالفات الموجودة على الشوارع والحفاظ على النظافة العامة ولسهما بالنسبة لوجوب رفع النفايات بأسرع وقت ممكن من زور السراي النائب أحمد الخير ووفد من جمعية إرادة أطلعه على نشاطات الجمعية وما تقوم به من أعمال لمساعدة النازحين في هذه الظروف مشاهدين وفي هذه الأثناء ذكرت وسائل الإعلام بأن هناك سماع دوي قوي في بيروت وبعد المعلومات تحدثت الأولية طبعا أشارت إلى غارة إسرائيلية سهدفت منطقة رأس النبع في بيروت وهناك أيضا معلومات تحدثت عن غارة استهدفت منطقة برج أبو حيدر وكان هناك تصريح قبل قليل لسفير إسرائيل في الأمم المتحدة قال نوصي بنقل القوات اليونيفل لمسافة خمس كيلومترات شمالا إذن نشير إلى أن هناك غارة إسرائيلية في هذه الأثناء في بيروت البعض تحدث عن استهداف منطقة رأس النبع والبعض تحدث عن منطقة برج أبو حيدر كلها معلومات أولية طبعا نتابع النشرة مجلس الأمن المركزي انعقد في وزارة داخلية برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعد طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الوزير المولوي معالجة المشكلات الأمنية التي تحصل في عدد من المناطق ومعالجة الثغرات القائمة الوزير المولوي أكد ضرورة وجود وعي لتجنب الفتنة ومعالجة الثغرات القائمة لأن الأملاك العامة هي أملاك كل الناس إنما الأملاك العامة هي أملاك مش للتعدي الأملاك العامة هي أملاك الحفاظ عليها لأنه الملك العام هو ملك اللبنانيين كلهم بالنسبة للتعدي على الأملاك الخاصة حقال حضرة مدعم التمييز أنه فيه إشارة قضائية لعدم السماح بالتعدي على الأملاك الخاصة ونحن بدنا نحافظ أكتر وأكتر على السلم الأهلي بدنا نحافظ أكتر وأكتر على الوحدة الوطنية على التماسك الوطني وبالتالي ما رح نخلي أي مجال لأي فتنة أو لأي أشكاليات أمنية بين لبناني ولبناني أو بين لبناني نازح ولبناني مقيم ونحن منأكد على الوحدة الكبيرة بين الضيوف خلينا نسميهم ضيوف بين الضيوف وبين المجتمعات المضيفة أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حامي إلى أن الشائعات التي تطلقها إسرائيل حول مطار بيروت الدولي ليست جديدة والمطار يخضع للرقابة والقوانين اللبنانية وكل الأجهزة هناك التعمل لحفظ أمن المطار جازما أن المطار ليس للاستخدام العسكري بل للاستخدام المدني وأوضح تعليقا على وجود تطمينات أو ضمانات لناحية عدم استهداف إسرائيل لمطار بيروت أنه ليس هناك ضمانات ممن سنأخذ تطمينات أو ضمانات من العدو الذي هو آلة قتل ودمار في الصرح البطرياركي في بكيركي التقى البطرياركي المارونية الكاردنال ماري بشارة بطرس الراعي رئيسا للمجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام الذي وضعه في صورة اللقاءات التي يجريها عدد من النواب المستقلين وتدول معه في مسألة يهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرعي وقت صار رغبة البطريارك على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية لأنه بموضوع وقف اطلاق النار يلي كلنا عم نشتغل عليه وكلنا بدنا إيه ومنعتبره أساسي ومنعتبر هذه الحرب مطلع ما وصلت اليوم مع مليون واربعمائة ألف نازح وصلت بمرحلة كتير كتير خطرة على الكيان اللبناني ولكن غبطة البطريارك بيعتبر أنه انتخاب رئيس لازم تكون أول أولويات لأنه الوضع لا يحتمل الخطر منه اللي عم نشوفه على الكيان مرة تانية بدنا نزح أكد خاصة بس نشوف الجيش الإسرائيلي عم بلش يدخل الأراضي اللبنانية بالجنوب ونحن معنا رئيس كيف بدنا نتطلع بالعالم ونقول لهم أنه نحن هيدا بلد هيدا كيان هيدا وطن بده يتضل وطن واحد كيف ينقول هايك كيف ينطالب ونحن معنا رئيس مشاهدين إذن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بيروت قبل قليل هي في منطقة برج أبو حيدر قد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروزة شيخ دكتور سامي أبي المن اتصالا هاتفيا من البطريارك الماروني الكاردنال مارب شار بطرس الراعي للبحث والتقييم التطورات الرهنة والتشاور حول فكرة عقاد قيمة روحية لمناقشة تداعيات الحرب العدوانية على لبنان واتخاذ المواقف المناسبة لإنقاذ البلاد كما تلقى الشيخ أبي المن اتصالا من شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في سوريا الشيخ حكمة الهجري بدوره أجرى شيخ العقل اتصالين بكل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب لتأكيد التضامن الوطني وتعزيز صبل الصمود والخلاص عملا بسياسة مصر في لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة أولى قرر المجلس المركزي في جلسته أمس بحسب بيان صادر عن حاكم مصر في لبنان بالإنابة الدكتور واسيم منصوري تعديل التعميم الأساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المدعين كفا الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30-10-2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من أحكام التعميم المذكور وفي صياق نفسه عدل المجلس المركزي التعميم الأساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الخسابات مما يفسح المجال للمدعين بإعادة قيد أموالهم في خساباتهم وبتالي الاستفادة من تعاميم مصر في لبنان التي تنطبق على الحساب لجنة المستخدمين والمتعاقدين في مستشفى الحريري الحكومي أطلقت صرخة للإفراج عن مستحقاتهم طلبت من الرئيس ناجيب ميقاتي التدخل المباشر والفوري لتسهيل معاملاتهم المتوقفة مشيرة إلى أنه لليوم ما في أزمة ضربة لبنان إلا ومستشفى الحريري كانت هي رأس الحرب التي تحارب وتواجه وهي موجودة لخدمة جميع لبنانيين وملجأ لهم بس إصرارنا على هذه الوقف إجا من إصرارنا على أنه نقوم بدورنا كمستشفى رفيق الحريري مثل ما كنا عم نقوم بالدور الأبرز بكل المحن اللي عصفت بالبلد من النهار اللي فتحت فيه المستشفى من حرب الالفين وستة لليوم ما في أزمة ضربة لبنان إلا ومستشفى الحريري كانت هي رأس الحرب اللي عم بتحارب وعم بتواجه وعم بتكون موجودة وملجأ للكل للأسف المستشفى الحريري اليوم عم بتواجه بأكتر من اتجاه وأكتر من صعيد حرب غشمة من العدو على لبنان ونحنا ما فينا نقعد على جنب بهيك الظروف بننا نلعب دورنا اللي نحنا من ارتقيه واللي نحنا اللي مجندين حالنا إله وفيه حرب علينا حرب التهميش اللي عم نعاني فيها بالبلد يعني نحنا بزروف قاهرة وبحرب بلشت بشكل مفتوح من 17-9 لليوم أبسط شغلة كان مفروض تنعمل من قبل الوزارة الوصاية والمعنيين كلهم بوزارة المال وغيره إنه تمكن هيدا الموظف من إنه يستمر بأداء واجبه تجاه عائلته ويستمر بالقدرة على إنه يجي على المستشفى منلاقي الاعتدالي ما عم بيقف في حدا لا بشر ولا حجر لا حكيم لا طبيب لممرد لا مدني لا مقاوم وإن شاء الله ولا أنا حاطل عشواء عن نص مش بيدي إن شاء الله ما رح ينتصر لا على بشر ولا على حجر ولا على مقاوم وإن شاء الله نحن 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 منتصين على العدو من مستشفى الشهيد رفيق الحريري الشهيد المقاوم رفيق الحريري مستشفى كل الوطن من تأي يوم ونحن سيكنين على كتف الضحي الجنوبي لمع كل ضربة بيرتكي أكتر نحن نشفى منها أكتر من الألم نرجع نحيا وإن شاء الله نقو أكتر نصعد أكتر إذن الغارة الإسرائية قليل استهدفت منطقة أنويري بين برج أبي حيدر والبسطة الفوق في بيروت التقى المدير العام للأمن العام اللي نبأ لواء الياس البيسري سفير دانيمارك في لبنان كريستوفر فيفيك وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة لسيما الحرب على لبنان وموضوع النازحين اللبنانيين وصب التعاون والتنسيق في أخبارنا الدولية منحت جائزة نوبل للأدب لسنة 2024 اليوم في ستوكهلم للكاتبة الكورية الجنوبية هانك كانغ البلغة 53 عاما وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أن هانك كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية نالت الجائزة عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه أصدمات تاريخية ويكشفها شاشة الحياة البشرية إعصار ميلتون يضعف قليلا وتحذير من فيضانات مفاجئة في فلوريدا تربى الإعصار ميلتون وسط فلوريدا اليوم بعد أن هبط على يابسة السحل الغربي للولاية الأمريكية قبل ساعات مأثار أعصير مدمرة وحطم منازل وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص وقال المركز الوطني الأمريكي للأعصير إن الإعصار هبط على اليابسة كأعصار من الفئة الثالثة وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كم في الساعة لتنخفض لاحقا سرعة الرياح إلى 165 كم في الساعة ما حول ميلتون إلى إعصار من الفئة الثانية رغم أنه لا يزال يعتبر خطير جدا وكانت عين الأعصار على بعد 120 كم جنوبي غرب أورلندو في وسط الولاية وذكر مركز الأعصير أن حالة طوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج تامبا التي تشمل مدن تامبا وسانت بيترسبورغ وكليرووتر وقال حاكم تامبا باي إن ميلتون تسبب أيضا في إثارة 19 أعصارا على الأقل ما ألحق أضرارا بالعديد من المناطق ودمر حوالي 125 منزلا معظمها متنقلة ونقلت قناة NBC News عن قائد شرطة منطقة سينت لوسي أن شخصين على الأقل لقياحت فهما وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل وشركة في فلوريدا ومن المتوقع أن يعبر الأعصار شبه جزيرة فلوريدا خلال ليل الخميس ويخرج إلى المحيط الأطلسي ختم النشرة أنا وهيشام نشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء